شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفلة خريج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بمقر الكلية الحربية وحارس الرئيس عقب وصوله على تقديم التحية الى اهالي خريج الدفعة الجديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وبدأت وقائع الاحتفال باستعراض حرس الشرف وعسف السلام الجمهورية فور وصول الرئيس الى منصة الاحتفال وعقب ذلك ادى حرس الشرف من طلبة الكليات التحية العسكرية للرئيس السيسي وقدم الطلبة عددا من العروض بساحة الكلية والتي من ابرزها تكسيد مركز قيادة الدولة الاستراتيجية ووزارة الدفاع الجديدة بالعاصمة الادارية الجديدة الاكتاجون كما ادت فرق الموسيقى العسكرية عددا من الاناشيد الوطنية اكتمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس هيئة الدواء المصرية تامر عصام لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة واكد مدبولي على اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع صناعة الدواء باعتباره احد القطاعات الجاذبة للاستثمار مع العمل على تعظيم الامكانات التي تمتلكها مصر بهدف دعم التنافسية العالمية في مجال صناعة الدواء وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن منح بعض التسيرات للمصريين المقيمين في الخارج استجابة لمطالب ابنائنا في الخارج حيث يحق للمصري الذي له اقامة سرية في الخارج استيراد سيارة الكوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصية معفاه من الضرائب والرسوم التي كان يتعين اداؤها للافراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول وذلك وفقا للقواعد والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الاجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على احد الحسابات المصرفية ويشترط ان يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليها ان يكون له اقامة قانونية سرية خارج البلاد وان يبلغ ستة عشرة سنة ميلادية كاملة على الاقل وان يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة اشهر على الاقل استقبل وزير الخارجية سامح شكري السكرتير التنفيذي لاتفاقية الامم المتحدة الايطارية لتغير المناخ سايمون استيل استعرض شكري خلال اللقاء اخر مستجدات عملية الاعداد الجارية لتنظيم المؤتمر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من السادس الى السامن عشر من نوفمبر المقبل والذي تعول عليه كافة الاطراف المعنية بعمل المناخ الدولي من اجل دفع عمل المناخ الدولي خدما وتحقيق اهداف اتفاق باريس لتغير المناخ اكد وزير المالية محمد معيت ان الاختصادات الناشئة والبلدان النمية تعد الاكثر تضررا من الحرب في اوروبا وتداعيتها شديدة التعقيد واضاف معيت خلال لقائه مع نزرائه الافارقة بحضور صندوق النقد الدولية ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن الى اهمية تكسيف جهود التعاون الدولية من اجل مساعدة الدول النامية والافريقية والاقتصادات الناشئة لخفض اعباء الديون وتكلفة خدمتها عليها وتوفير فرص تمولية مناسبة قال الرئيس الفرنسي ايمانويل مكرو انه على الرئيس روسي فلاديمير بوتين ان يعود الى طاولة المفاوضات واضاف مكرو انه قبل كل شيء على بوتين ان يوقف هذه الحرب ويحترم وحدة اراضي اوكرانيا ويعود الى طاولة المفاوضات مؤكدا انه لا يريد اندلاع حرب عالمية ترر نابولي الايطالي انتصاره على اياكسا مستردام الهولندية حيث هزمه في ايطاليا باربعة اهداف مقابل هدفين ضمن رابع جولات دور ابطال اوروبا ليضمن فريق المدرب لوتشانوس باليتي العبور الى ثمن النهائي وصار الرسيد نابولي 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الاولى فيما بقي رصيد اياكسا سلاسة نقاط في المركز السالس